للمرة الأولى منذ عام 2020، تتراجع أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين معاً. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه بكين لإنعاش الطلب، مع تزايد الضغوط لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة. مؤشر أسعار المستهلك سجل أول انخفاض له منذ أكثر من عامين، بينما تراجعت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي. الصين أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضاً على أساس سنوي في أسعار المستهلكين. منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021. أزمات متزامنة تعاني منها بكين. فما بين الركود المطول في سوق العقارات، وانخفاض الطلب على الصادرات، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، تتقلص فرص الانتعاش الاقتصادي الوشيك. في غضون ذلك، تراجعت حركة التجارة الخارجية للصين خلال الشهر الماضي، وسجلت الصادرات الصينية أكبر تراجع لها منذ فبراير 2020. في حين أن انكماش الأسعار يزيد حاجة بنك الشعب الصيني لإضافة حوافز نقدية. يواجه البنك العديد من القيود التي تجعله حذراً، بما في ذلك ضعف اليوان ومستويات الديون المرتفعة في الاقتصاد. ووفقاً لبلومبرغ، يتوقع المحللون أن يتخذ بنك الشعب الصيني قطوات معتدلة لتيسير السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. المؤشرات تنبئ بصعوبة تحقيق بكين هدف النمو المستهدف للعام الحالي البالغة 5% وسط مخاوف من استمرار الانكماش الحالي لفترة طويلة في ظل تعثر محركات النمو الرئيسية في بكين وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي. اشتركوا في القناة